استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الديوان الملكي بقصر السلام دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في دولة رئيس وزراء باكستان في المملكة فيما عبرت دولته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية وبحث وفاق التعاون الثنائي والفرص الوعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات كما جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك حضر الاجتماع صاحب السمو الملكية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكية الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي فيما حضر من الجانب الباكستاني معالي وزير الخارجية السيد بلاول البهوتو رزداري ومعالي وزير الدفاع السيد خواجة محمد أصف ومعالي وزير المالية والإيرادات الدكتور مفتاح إسماعيل ومعالي وزيرة الإعلام السيدة مريم أورنك زيب ونائب وزير الخارجية السيد سهيل محمود والسفير لدى المملكة السيد أمير خرم راتور وعدد من المسؤولين